اهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج بنات أصول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الإمام الشفع بيقول توكلت في رزقي على الله خالقي وإيقنت أن الله لا شك رازقي وما يكن من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامقي سيأتي به الله العظيم بفضله ولو لم يكن مني اللسان بناتقي ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائقي منورنا النهاردة في الستوديو فضيلة الدعية الدكتور الشريف شحاتة نعرف منه أكثر عن الرزق منورنا حضرتك يا دكتور مبدئيا يا دكتور الرزق مكتوب ومقسوم عند الله وهل هو اللي رب العالمين كتبوا لينا هو فقط اللي هنغدو ولا ممكن يزيد بالسعي والاجتهاد طبعا بداية الحمد لله وأصلي وأصلي مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني طبعا سعيد بوجودي مع حضراتك وطبعا بداية موضوع الحلقة اللي هو الرزق الرزق هي مسألة من المسائل اللي هي دائما تشغل كل الخلائق مش بس المسلم لا كل الخلائق لأنها مسألة محسومة حتى سيدنا عبد الله بن عباس بيقول اختلفت الخلائق مع الله في كل شيء يعني خلائق اختلفت عمرها تجادل لا فيه إله لا ما فيهش وهكذا إلا فيه أمرين أمره الموت والرزق يعني كل الخلائق لا تختلف على أن فيه موت وفيه رزق وهو من عند الله سبحانه وتعالى مسألة الرزق عشان نقول هو بيزيد طب المكتوب عشان الأمر ده شائد جدا أولا نفرق بين أنواع الرزق هو رزق مش نوع واحد هو المسمى الكبير رزق وربنا عز وجل رزق وبالتالي من صوت المبالغة إنما الرزق نفسه معين فيه رزق جيوب ورزق قلوب طيب لو احنا حطنا المعادلتين رزق الجيوب ده اللي احنا دايما بتركز عليه او احنا شايفينه او احنا حاسين ان هو ده وبالتالي رزق الجيوب إذا لم يكن مع رزق قلوب فعندنا أزمة ليه عندنا أزمة مهما زاد رزق الجيوب وليس فيه رزق للقلب أصاده يشعر الإنسان أنه فقير يشعر الإنسان أنه دايما في عوز وحيا يعني كأنه مفتقد للرضى يعني طبعا وبالتالي بقى فقير إيه اللي بيدلل على هذا الكلام عشان يتكلم بالدليل قول الله تعالى الشيطان يعيدوكم الفقر كلمة يعيد يعني مش هيسكت هيزن هيوسوس كتير فالشيطان يعيدوكم الفقر مش معناها أننا عندي فقر أننا محتاج لا المعنى هنا معنى أشمد معنى الآية أن الله تبارك وتعالى بيقولك الشيطان اللي بيعدك الفقر يعني إيه يعني الشيطان يريك أن كل ما عندك فقر معاك مليون دايما بالقلة أي طبعا معايا كذا ليه مش أكتر عندي ولد وبنت ليه مش ولدين وبنتين ما عنديش طب ليه مش عندي مهما بلغ رزق الغيب طالما القلب رزقه ضعيف أو مش موجود يشعر الهنسان بالفقر عشان كده لو جينا بصنا على العالم حالات الاكتئاب حالات الانتحار هي مش لناس فقيرة اطلاقا عمره ما كانت لفقرة مصبوط كانت لناس أغنية جدا لأنه افتقد مع جانب المال الكبير لأنه الجانب الكبير هو المال الكتير قوي ده مش عاب ينام فلوس حضية شركيتها تتقفل حتسرق المصنع حيبوز أصل العربية اللي مش عاب يكمل ليون هايحصل الله فدايما مجهول قلبه هم قلبه هو الدنيا وده كان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعل الدنيا أكبر همنا أني أنا دماغي كلها دنيا جيوب فرزق الجيوب يفنى وينتهي ويموت مع موت الإنسان بل بالعكس بقى ده أنت هتدخل القبر تسأل عليه كله رغم أنت سيبته أصلا يعني مريكي الدنيا بيقول كده قول عجبته لجامع المال هو دماغه كلها أنا عايز أجمع فلوس وده مش عب من حلال بس صارع ربنا في الكلام ده صح وياكن يموت في وسط بقى التجميع ده مات فيترك المال كله خرج القبر ويسأل عنه في القبر كله فبالتالي رزق الجيوب ورزق القلوب لازم الاتنين يبقوا مع بعض ولكن رزق القلوب أعلى نموك ربنا يرزقك بشيء ترضى ولقين شكرتم لأ زيدا حلو يبقى إذن إيه اللي بيزود رزق الجيب القلب رزق القلب يبقى لو ربنا رزقني الشكر جيبي يزيد والبركة تزيد معنى كده أن الشكر موصول بالزيادة زي ما تعلمنا وأكيد الإنسان لما يشكر الله سبحانه رزقه ممكن يزيد نعم ده نص القرآن لقين شكرتم لأ زيدا وعلى القياس طب وليه لم نشكر لأقل لنكم لأحلم لكم من البركة وهكذا فبالتالي واحد ياخد مضاد حيوي أنت بيوتك كده مرخيص يخيف التاني خد للمستورد اللي بكام قالت وتعبان هنا حرم رزق الصحة صحيح البركة تشالت من صحته أو من عافيته فعنده مشكلة يبقى إذن هنا رزق الجيب ما حلهاش صحيح وهكذا أنا بأكد تاني أنا لا أقلل من رزق الجيب هذا مطلوب ونعمل مال الصالح للعبد الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي استعاذ من الفق والصورة المغلوطة عن النبي أنه كان فقير النبي كانش فقير يتلقى النبي كان أغنى أغنياء الناس ده جده هاشم وهو مين هاشم أغنى واحد في أرض الحجاز كلها ومتجوز مين سيدة خادشة أغنى امرأة صحيح وهو نفسه كان تاجر فهو كانش فقير ولكن مر بعض الأوقات بعض الأوقات على النبي صلى الله عليه وسلم في احتياج احتياج اللي هو تضيق عليهم حصار شعب أبي طالب مثلا وهكذا فكان يربط الحجارين على بطنه إنما هل النبي كان فقيرا عمره ما كان فيه ولكن مر بأوقات زي دي عشان يحس بالفقير ويعلمنا نعمليه وهكذا فقصة الرزق قصة محسومة اللي هو بقى كلام حضرتك اللي هو هو مكتوب ولا بيزيد ولا بيقل لا هو مكتوب بس هي الفكرة هو مكتوب وأنا معرفش هو مكتوب كيف أيها صحيح فهو الرضا وزي ما حضرتك وضحت لنا يعني كأن الفكرة في إن الله سبحانه وتعالى يمن علينا باستشعار الرزق مش بس وجوده في حياتنا بشيء مادي لأننا نبقى مستشعرينه طيب هل الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار الكثير ممكن يكون سبب ساعة الأرزق طيب كلام حلو جد هنحط الآية والحديث الآية بتقول فامشوا في مناكيبها وقولوا من رزق ما قالش ايه ما قالش اسروا على الرزق الرزق ليس سماعه ساعة تمام يعني الآخرة اللي لها ساعة عشان الموضوع ده مغلوط طبعا في كلمة بنقولها هي غلط ما ننفعش نقولها تاني لا يأسع عبدو الناس سمعك هزا الكلام غير أدب مع ربنا اللي يسع معا الأمر التاني إن عمر ما كان الساعة الرزق مرتبط بساعة صحيح وهذا نص الأحاديث في القرآن عمر ما الرزق ارتبط بساعة يعني كأن الساعة مش سبب في الرزق لا طبعا ليه بقى الفرق هو ربنا قال اسعوا لا قال امشوا قال فامشوا في مناكيبها يعني روح اشتغل هنا يمين وشمال ومعيد وقريب وسافر وتعالى وقولوا من رزق فامشوا طب ليه ما قالش فاسعوا في رزق ربنا لما جاب كلمة الساعة ما جاتش في الرزق جات في العمل للآخرة صورة الإسراء ومن أراد الآخرة وساعة وساعة لها ساعة وليس للإنسان إلا وليس الإنسان إلا ما ساعة ساعة اللي هو عبادتك اللي انت عندمتها تتحسب عليها علاقتك بربنا أخبارها إيه لما جيه ما سألت الرزق جات بالماشي طب ايه الفرق بين الساعة والماشي إيه بقى لو أنا خدت الرزق بالساعة الساعة نجاري والحرص تمام يبقى هنتخاني مع بعض على كل اللهم تعيش ده هيشده عشان يبقى مكانه ده هيظلم ده عشان كده اللي بيفترع على حد في شغل أو بيرفت حد من شغل أو بيوقع حد في كازة المشكلة عشان يترقى مكانه أو يشتغل مكانه ده إنسان حقود وفي نفس الوقت لا يعلم مسألة الرزق بتمشي إزاي وكما يا دين يودان وكل ساقن سيسقى بما ساقن إذن دين منتهية إنما ربنا قال فامشوا في مناكيبها رزقك مكتوب أصلا أنت درك الخطوات اللي هتمشيها بس رزقك مكتوب لا على الأرض كنا رحنا حطارنا وجيبنا وفي السماء رزقك انت تمشي على الأرض عشان تاكل عيش من حلال فربنا يرزقك من السماء هي المعادلة كده ولذلك مثلا حاتم الأصم وهو من هو يعني حاتم الأصم عايز حج جيموس من الحج ونفسه حج وما كانش معه فلوس فقال للمراطن عايز حج طب هتسبنا أنا وبنتي إزاي وإنت معكش فلوس طب سب لنا فلوس فقال للمهنة ما عنديش فلوس بس يعني هكتهد هسيب لكم على قدر المعونة المعونة اللي هو سافر كام يوم تاكلوا وتشربوا فيهم على قد ما تقدروا وهنا حصل شكل بينه وبين مراته طب هروح مش هروح وكذا لحد ما ربنا يصل انه لا زي حاجة خدمة حجات كده انه هو يعمل لهم حاجات فيدوله مقابل في سافر الحج فخد القرار ولكن جمع زوجته بنته قالت له وقال لهم أنا همشي عايز حج وانا هسيب لكم ما تقتات يعني يا دوبك يكف أكلك وشربوك فالأم رفضت ولكن البنت قالت يا أمي يا أمي علمناه أكالا وليس رزاقا هو بيأكل زينا هو مش هرزقنا وهو ساب لنا بالمتاح سافر حاتم الأصام وهو في السفر كان معدي في وقتها في البلد اللي هم فيها كان معدي ملك البلد أو أمير البلد ساعتها وكان جو حر جدا فهو طلب ماء عاد شانيا عايز أشرب فيا البنت سمعت بنت حاتم ما تعرفش ده مين يعني يا سمعت فجابت ماء ساعة عنده يعني من أبيار دي لجي ماء ساعة فشرب فطلب ماء تانية فشرب فانبسط إنه شرب الحر ده شرب ماء ساعة فقال يعني من أنتم انتم مين يعني قالت أنا فلانة الفلانية طب أنا بشكركم على الماء دي جدا وراح مطلع صرة من الدنانير الدهب صرة بقى مش اثنين ثلاثة صرة كاملة وراح رميها من الشباب بتاع بيتهم جوه قال من يحبني فليفعل مثل ما فعل اللي بيحبني يعمل زي فكل اللي كان معا من وزراء وغيرهم راحوا رميين عن فبقوا من أغنى الأغنياء فالبنت لما لات ممتها بتجمع الضراهم أو الفلوس يعني وفرحانة بيها قالت يا أمي هذا نظر مخلوق إلى مخلوق فما بالك لو نظر إلينا الخالق إذن المعادلة هنا في هنا المعادلة أننا أستعين على أكل عيشي بالله مش بالناس أنت خد بالأسباب وتحرى الحلال والحراب وما توقعش الناس بعض ولعندك معلومة ما تبخلش محدش بيها تارزق حد عشان إداله معلومة أو أفاده في مهارة ده منتهي مش هيحصل إنما الناس الحقوه ده أو الغلوية أو 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 اللي ربنا حرم عليهم الجنة لأن ربنا قال عن أهل الجنة ما فيش حك ده حسد ونزعنا ما في صدورهم من غل ما ينفعش ما هو واحد حسود أو حقون دخل الجنة فلا الأصل ده أكبر منه إيش معنى ده لا أنت مش جاي تحسد في الجنة أنت جاي تاخد نصيبك وهكذا الربط هنا فين بقى الاستغفار لحالك سألتك هل الاستغفار بيفتح طيب الكرآن بيقول فكلتوا استغفروا ربكم إنه كان غفارة وإدانة إعداد لأنواع رزق يرسل السماء برضو ربنا بدأ بها عشان التأكيد يرسل السماء عليكم مدرار يعني كثيرا وكلمة يرسل يعني يفتح يعني مش معناها يجيبك مطر بس مش عايز المطر يبقى هديك مال ديك صحة ديك عافية ديك أولاد ديك صالحة لسه من كام يوم في بعد الخطبة الجمعة حد بيقول لي أنا بعد 18 سنة دعاء وعمليات رب زوجتي حامل عملنا قلق عملنا كل العملات اللي في الدنيا ويمين واشمال وسافرنا وجينا وصرفنا ملايين ولكن في رمضان اللي فات كان هو حاضر معنا درس في الدعاء يعني فقال لها هتدري يا رب ما يعديش رمضان إلا وزوجتي حامل قال لنا وصلت إن الطب وقف وكل الأسباب سافرنا وجينا والأمر ما بيكمل فدعت بيقين لسه جميع بقول لي الحمد لله أنا زوجتي حامل فيه فرق هنا بقى في نقطة عايز أقولها الموقف هنا فيه مش إن ربنا استجاب له بس لا فكرة في حتة تانية بحضرتك دعت إن انت تتجوز زوجة صالحة وربنا رزقك وترزق بأولاد الدعوة دي كانت 30 ثانية في سجدة أيوة ادهولك ده باله 18 سنة وعلى كلامه والعودة عليه إنه تكلفة ما دفعه قرابة 16 مليون واثنين من عشرة يا الله و18 سنة إنت حضرتك لما دعيت ربنا زوج بزرية صارحة في 30 ثانية ادى لك من غير 16 مليون ما تتفحهم ومن غير 18 سنة الدعوة دي عشان تستجاب له كلفته رقم ده أيوة فدي أرزق فالرزق مش بيتحسب بنت شايف ايه لا رزقك موجود ومكتوب بس أنا بسعاله ازاي فالاستغفار بيزود الرزق فقلتوا استغفروا ربكم إنه كان غفارة يرسل السماء عليكم مدرارة ويبدودكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات اللي انت تتمنى يعني ويجعل لكم أنهارة حلامك أهدافك طموحك تركب عربية ايه تسافر فيه انتي جمين بس الشرط هنا متعلق بالأولانية ما لكم لا ترجون لله وقارة يعني وأنا باستغفر وعظم شأن الله مش استغفر لأن ده سوء أدب مع ربنا الطريقة دي مش مؤدبة بمعنى أنا النهاردة زعلت حضرتك في أمر مال وضيقتك فأنا عايز أعتذر أو أنا زاقيت حدي صحبي جدا وعايز أعتذرده فروح أقول له أنا أسف 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 هيرفض كلامي أنا ما أسفتش أنا مش مؤدر أنا أقول له أنا أسف أنا أسف جدا أقول له المثل العام فأنا عايز أستغفر يعني بتأسف على ذنوبي فأستغفر بقلب وأعظم في هذا القلب الله عز وجل يبقى تاني بقى الآية هنا مربوطة بإيه ما لكم لا ترجون لله وقارة بقى الاستغفار اللي بدأ به الآية ينتهي بوقارة دي إن أنا أوكر وأعظم ربنا في قلبي في قلبي لا مش بالعدد بس ممكن يعني فضلت الدكتور احنا أحيانا بنذكر بسرعة بس ده لا يعني نحنا مثلا مش بنوقر الله سبحانه وتعالى ما هو أصل المعيار هنا هو القلب القلب يعني مش كيفية المعيار القلب علشان نسهل على الناس برضو أنا النهاردة هقعد أسبح نقول سبحانه 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 إيه ده ده مش تسبيح أولا الكلام مش كامل نطقا وقلبي ما حسش به أصلا مجاش إنما الأصل إيه قالك اذكر الله ذكرا كثيرا اذكره ذكرا تأكيد كثيرة بمعنى إيه إن أنا عايشه يعني مثلا أنا قلت لثلاث مرات اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت فتندمت وتأثرت وزعلت أفضل من أن أنا أقولها بيت مر وأنا مش أخذ بالي منها دي حاجة ودي حاجة إرأيت القرآن نفس الكلام أعرى القرآن كتير وأنا مش عارف أنا أعرأت إيه ولا أقرأ بتدبر هو ربنا في القرآن قال لي أرى القرآن ولا قال يتدبر أفلا يتدبر الورط للقرآن ترتيلة يبقى إذن الأصل إن أنا أعرف في الآية بتقوليه مستعجل في الذكر وأنا ساجد في ناس بتصفر وتصوصى وحاجات كتير لا ما ودي مش عبادة ده مش أدب مع ربنا ما لازم أحط ده أصده يبقى الاستغفار بمعنى الحقيقي عشان كده قال العلماء إن الاستغفار يحتاج ولا استغفار يعني أصلا إحنا محتاجين الاستغفار نظر نعدله إزاي ولذلك الحسن البصري جاله حد بيشتكيله وقال له أنا بشتكيلك من ولادي تعبني التاني جاء له بشتكيلك من المال ما عنديش فلوس ومش لقي شغل التالت قال له بشتكيلك من الزوجة الرابع قال له أنا بشتكيلك من عدم الإنجاب أنا عايز أخذ الخامس جاء قال له أنا بشتكيلك من أبويا أم تعبيني جدا معه مش العكس يعني الخامسة كانت إجابتهم استغفر الله يجي له الأول يقول له أعمل يقول له استغفر كتير التاني استغفر كتير فأحد الناس اللي كان معلوله إمام قاتى إليك خمسة جالك خمسة من ناس أنت قلتهم نفس الإجابة استغفر استغفر قال أليس هذا في كتاب الله فقلتوا استغفروا ربكم إنه كان طيب الحل هنا سيدنا عمر من الخطاب عشان دي قيمة الاستغفار سيدنا عمر حصل في زمن وجد بشديد مش مطر والمطر ده معناه أن الجفاف والناس حتى يحصل له حاجة فالمفروض بقى أنه هو صلاة الاستسقاء وندعوه أيها صحيح سيدنا عمر صلى استسقاء وما دعاش كل دعا سيدنا عمر استغفار بس فبعدما انتهى ونزل المطر يعني استجاب الله له فالصحابة بيسألوها أمير المؤمنين يعني أنت مدعيتش أنت استغفار مجرد استغفار فقط يعني أنت استغفار قال لأننا فتحنا بميداد السماء إحنا فتحنا المطر بميداد السماء قال وما ميداده قال ألا أنت سمعوا قول الله فكلتوا استغفروا ربكم إنه كان غفارة يرسل السماء عليكم مدررة لما ده المطلوب فديروا جدتا الاستغفار بس وأنا بقول ده وأنا باستغفر آه بس بس في نفس الوقت راعي ربنا في أكل أيش يعني ليش واحد بيأكل مال في شبهة أو حرام أو جايبه من طرق ملتوية وأقول لأنا استغفرت ربنا ومالي ما بيجدتش أبوفش بركة ليه يعني السيد عليم نقى بيطالب في مرة كان راح المسجد فقابل حد وعارف يعني ما عارفش ده مين بس هو ويف كده فقال له لو امسك الخطام بتاعي لنقى بتاعي الرباط ده بس امسك هالي هدخل هصال ركعتين واطلع أيه دخل سيد علي وطلع لقى الراجل سرقه سرق الخطام الرباط بتاعي زمانك الرباط ده غالي يعني أيه فسرقه راح بيعو بعشرة دينار فسيد علي طلع ملقهوش فين الخطام ملقاش الراجل ولا الخطام ايه قالك ده سرقه طب هو ممكن لو سرقه يعمل ايه قالك يبيعه في السوق عليك طب تاعي روح السوق فرح لقى هناك قال يا رجل أخذت الخطام وبيعته بعشر دنانير قال انني أحتاجهم أنا كنت تعاوزهم قال انني كنت سعطيقة ايه ولكنك أخذته من حرام انا اصلا هطلع عنديك عشر دينار ايه اذا الرزق المكتوب حش عفو يبعده عنك اطلاقا بس هجيبه من حلال ولا من حرام لان محدش هيموت الا ورزقه كامل مكمل بس انا عندنا ازمة احنا عايزين ينقي يعني بالبلد كده ربنا كتب لنا رزقنا كله حدش نقصه حاجة وعايز اقول كلمتين انت ما فتكش حاجة الناس اللي النهاردة مشغولة اصلا ما جبتش دهب اصلا ما جبتش دولار اصلا مش عارف ايه انت ما فتكش ايه حاجة لم يفتك من رزقك اي شي سواء بقى غلي الاسعار اي شي اصلا اصلا فيه رد منطقي ما جبتش ليه وفيه اللي بقى حيانا دي بقى مشغول قوي وما عوش اصلا يعني انت اذا نرجع للشيطان وساوس الشيطان الامر المهم هنا ان انت ما تشغلش بالك برزق غيرك انت متعرفش ده دفع كام عشان يبدأ عنده ايوه ومش كل ما تراه هو رزق ممكن احد يكون ما شاء الله اصول وووو ولكن حياته صحية ولا 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 تعبات انا كنت عارف حج كان معانا في الحج وهو من شاء الله يعني من اغمى اغمياء مش عايز اقول مصر بس يعني كان بيقول لي انا عندي طير خاصة ممنوع اسافر طيران عشان عندي مشكلة في دماغي فاي سافر طيران مع الضغط ممكن اموت يا الله فباجي الحج بار او بخر ممنوع وعن طير خاصة قال لي بصت بقى ربك يدي ايه هي دي قال لي انا باجي عشان اجي الحج دي شوف بقى ممكن انا سافر بخرة ازاي وبهدلة ما ينفعش وانا عندي طيارة فهي سبحان الله كل شيء لي تمان صحيح ولكن هذا التمن من يقدرها ربنا مش احنا ودي مهم ونعم بلا طيب البركة البركة هي لما تيجي في الشيء القليل ممكن تخليه كثير طبعا فممكن يكون مال قليل والله سبحانه وتعالى بفضلي يبارك فيه نعم فيكفي ويزيد ويبقى حضرتك كلمنا عنها البركة دي عباره عن ايه في حياتنا طيب سؤال حلو جد البركة هو ان يريك الله ما عندك غنى وان يبارك لك فيه يعني الرقم هنأكد البركة معلاش علاقة بالورقة ولا بالرقم زي ما حضرتك مابيش ورقة الورقة اللي هي بقى دولار جنيه ريال البركة مش ورقة ممكن واحد دي مثال واحد بياخد خمس سلاف جنيه في الشهر ما تعبش واحد تاني بياخد عشرين تلاتين الف جنيه ايه ان كانوا تفر الرقم يعني وبعدين تعب وبعدين الموضوع تضهور فعايز يعمل عملية بربمائة الف جنيه ده خد تلاتين الف مفهمش بركة وجاب علمت تلتمائة الف يعني ضرب رقم في عشرة ممكن يبقى استلافهم كمان التاني كان عنده بركة في الخمس سلاف انه ما تعبش اصلا ما خدش دور واحد تاني عنده عربية ربنا سترها معاه ومباريخ له فيها فما تخبطتش التاني هو واقف ما عرفش اي حاجة نزل لها مخبوطة راح صرف على قد كده واستلف ده معادل البركة البركة ده مثال في المال ايه مثال في الصحة واحد تعب خد ده وبسيط جدا خف يومين تلاتة خف واحد عنده نفس الموضوع سبحان الله المناعة مش عارف حصل فا ايه فتدهورت الامر فاحتاجنا ندخل العناية احتاجنا فنفس المرض واحد ولكن ربنا بارك لده فعفيته اه وده ربنا نزع منها البركة هو نفس البناء ده احنا ما غيرناش حاجة يعني نفس العطاء واحد ولكن عشان كده ربنا عز وجل اللي علمنا من راضي فله الرضا ترضى يرضيك طب حد يقولي طب انا راضي وعندي ابتلاءات طب ايه مانع بس فيه فرق بين اللي راضي لو عنده ابتلاء خمسة رختر عشرة رختر بثال يعني ربنا اديك رضا وصب عشرين رختر اللي مش راضي عنده ابتلاء رختر واحد بس هم خليه تمان تلاف رختر طب مش عافي نعم فهنا فكرة البركة ولذلك كان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بالعافي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الصحة والدعاء ده ما تركوش ولا يوم اللهم متعنا بأسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارثة منا يعني ايه واجعله الوارثة منا يعني جاسدي الناس فهم الدعاء غلط معنى الوارثة مني يعني جاسدي يارثني بعد موتي بكامل صحات عمود سليم ايه يبقى متعنا بقى سماعينا اهي بركة وابصارنا بص النهاردة واحد سمعه دخل نملة انا اعرف حد ربيب زمين اللي حكالنا عنده واحد دخل فودانه نملة هو نايم قال لي دخل عينها مركزة سبعة ايام وتعمل عملاك برا جيت نملة سبحان الله ما ماتتش دخلت التاني حد صادت يعني بتاع الهوى في الطراب كيف دخلت في حاجة في عينيه فهو بيقول انا طبعا تلقائيا عملت بايدي كده فانا جرحت عيني ولا اعرفش فعمليات ونظره ضعف وهو سبحان الله مش بتاعتك متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتان واجعله يعني جسمي الوارثة منا يعني يارثني جسدي في كامل صحة وكأن تمام الرزق العافية في كل شيء في بدني وفي رزقي وفي اولادي عارت معاكي 100 مليون دولار ومحرومة تأكل 3 تربع الأكل محرومة سفر الطيارة مثلا ممنوع ان حضرت تنزيل بحر ايه او المية ممنوع تنزيل بحر او بيسيل لانه بيعمل حساسية معينة سبحان الله هي مش بتاعت حد وهكذا لو حضرتك تختم لنا كده بدعاء جميل وربنا يتقبل يا ربي اللهم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ربنا يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبك محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين اللهم يا ربنا انظر إلينا الآن نظرة رحمة ورضا انظر إلينا نظرة رحمة ورضا تهدي بها قلوبنا وتشرح بها صدورنا وتحسن بها أخلاقنا وتوسع بها أرزاقنا اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قليلا فأكثره وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ولا الزمان ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا سائلا إلا أعطيته ولا تائبا إلا قبلته ولا مهموما إلا فرجته همّة ولا مكروبا إلا فرجت كربه ولا مديونا إلا سددت دينة ولا شابا إلا هديت ولا غائبا إلا رددت ولا مريضا يسألك الشفاء إلا شفيت إلا شفيت إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إلي اللهم أحسن ختامنا ولا تقبض أرواحنا إلا ونحن لك ساجدين أو في بيتك الحرام عندك محرمين أو نحن في مدينة رسولك الكريم أو نحن في عرفات لك ملبين أو على حال تحبه وترضى به عنا أجمعين واجعل مصر أمانا سخاء رخاء يا رب العالمين آمين آمين وصلى الله وسلم وبالك على شيدنا محمد وعلى آله وآله وآله وسلم وفي نهاية فقرتنا بنشكر فضيلة الأستاذ الدكتور شريف شحاتة وإن شاء الله انتظرونا بعد الفاصل مع زملتي العزيزة رانيا الحكيم